الغضب لنائب في المعارضة التركية والمغضوب عليه هو من أصدر تلك الوثيقة إنها مذكرة رسمية تطالب برفع الحصانة عن كمال بولبل من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المعارض وتسعة عشر نائباً آخرين من المعارضة تمهيداً لمحاكمتهم بطلب من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان هذه المذكرة هي تشويه للسياسة وحق ممارسة السياسة والديمقراطية نحن نواب منتخبون لدينا الحق بإبداء الرأي والتحدث عن الأمر وقد تلقت اللجنة المشتركة للبرلمان التركي مذكرات لرفع الحصانة عن عشرين نائباً معارضاً خمسة عشر منهم من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي والبقية من أحزاب صغرى كما تضمنت المذكرات رفع الحصانة عن رئيسة حزب المناطق الديمقراطية الموالي الأكراد صالح أيدينيز ورئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر يحزاب المعارضة كمال قلشتار أوغلو إردوغان ماذا يمكنك أن تفعل بي؟ وما الذي لم تفعله بي أنت وزبانيتك حتى أخشاكم بعد الآن؟ لا تتوقف جردني من الحصانة فوراً هل تعتقد أن قوتك ستكفي لهزمي؟ يريد أن يزجبي في السجن عار علي إن شعرت بالخوف ولو لرحظة واحدة سيأتي اليوم الذي ستمسح فيه من ذاكرة تركيا يا إردوغان ولتحقيق ذلك سأدفع الثمن مهما كان أتحداك وذكرت صحيفة جمهوريات المقربة من حزب الشعب الجمهوري أن المذكرة الصادرة بحق قلشتار أوغلو تضمنت طلباً بسجنه أربعة عوام في قضية تشهير مرفوعة ضده عقب وصفه أردوغان بالرئيس المزعوم كما تضمنت المذكرة طلباً بحرمانه من بعض حقوقه المدنية ويخشى كثيرون هنا أن يلقى قلشتار أوغلو المصير الذي آل إليه الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين ديمرتاش الذي يحاكم بتهم تتعلق بالإرهاب ويقبع في السجن منذ خمس سنوات من دون صدور حكم قضائي بحقه بعد مهران عيسى سكاي نيوز عربية اسطنبول شكراً لمتابعتكم اشتركوا في قناتنا على يوتيوب